السلام عليكم اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 الحلقة 114 محمد العشعاشي رقم 6 وجورد 4 ديسمبر 2022 эпيزود 114 عشعاشي محمد نميرو 6 قبل ما نده هاد حلقة هاد يندكر المشاهدين بلاي لبريري لكيبير اوكتب ديالي ريزون ديطة تلاتات نكتبات لكيبير في كذا بلانك الوكارفور ديليفر مهارف مهارف كولتر اوكتبات لكيبير في كنف تلاتات نكتبات لكيبير في كنف ديرانات نكتبات لكيبير في كنف وكتبات لكيبير في كنف وكتبات لكيبير في كنف تلاتي رقم ثلاثة زنقة علال بن عبدالله لذلك نكونوا جايين من من القزاء في الرباط ومن الشارع عرايد تتبقى هذه المكتبة عن نصر ديالنا هي الأولى تبدأ كيف تبدأ الشارع علال بن عبدالله شكرا هذا الوقت للبوبليسيتي وهو دقائق ونص سوف نحسبه في هذا الفيديو هذا الفيديو سوف تكون فيها ثلاثة ثلاثة مينوطة إن شاء الله الختاب المدينة من بركاف باريز بدأ في الأول بإنتربيلاسيون إنتربيلاسيون وهي يملكي البوليسي تقول الواحد إنسان غتنشي معنى الكوميسارية أو لا يعني ما ماشي أنون ليفمو مهدي بن بركاف باريز بها تحت على الإنتربيلاسيون تحديث من المدينة من المدينة من المدينة من المدينة من المدينة باريز محدوف باريز منين كان هذا الصباح في باريز نهار نهار 30 أكتوبر 1965 كان من فهذا الصباح كله تبعه الوليس جوجة البوليس الفرنسية داليرون سليمون جينيرو هالبوليس داليرون سليمون جينيرو منين شوفوا المهدي بنبركاة تلاقوا لي جوجة البوليس ديال بي جي فرنسيز معروفين ومنين طلع معاهم في السيارة ديال ديال البوليس فرنسيز نشوف حالاتهم نظنوا بأن هو المهمة ديالهم سليمون جينيرو ماثرين إسماء النقاط نظر فهذاك الفندردي بدال الويكيند ديال لغران ويكيند ديال ديال لتوسين لفيت لتوسين فرنس كانوا خصم غريم تيدخلوا هادوك البوليسي الارجي الكوميسارية سنترال للا بريفكتور ديال بوليس وديروا تقرير ديالهم وحتهウ فوق ما المكتب ديال الباطرون تيالهم الباطرون تيالهم كان مشهاهة هوا ياتاakis ديجال etwas أجل، يجب أن يكون هناك من يوم أجل. إذن هذا التقرير الذي يكون مالذي، يجب أن يكون مهنوز على المكتب للحديثة المجيب كميسيا ديفيزيوني رجولان كاي الشافة الرون سينما الجينيرو يجب أن يكون مهنوز على المكتب حتى نهار الاثنين. إذن إذا كان في المكتب و هذا المجيب كان هذا المشكل كان يتحلل في الأول ولكن ما يعطلها هو هذا مدينة منحطوا التقرير ديارون فوق المكتب نرى حلاتهم من دمر ديارون هاني دروا خدمة ديارون البوليس اللي دروا الانتربلاسيون المهدي بن بركاه هما جوج ديارون البوليس الفرنسي من ناس ديارون رشوة ديارون العاقة ديارون الخطفة ما كيقنعوش بالأجراء ديالهم ديارون الوظيفة وطيعتوها الخطفة باش كيدلوا المال هاتي جوج ديارون البوليس الفرنسي اللي هما بوليس في نسلوط خطفة غي يضبع عليهم أونتوان لوبز أونتوان لوبز هو اللي خدمة في المطار الفرنسي ديال أورلي وهو اللي عنده علاقاء مع البوليس الزاف تعرف تعرف في رشيوية وتعرف لي ما كيش دون شرد شواء هو اللي لقاهم مع البوليس ديال كبآن باش تفوضوا معاهم وفيكسوا معاهم تمان وعطوهم خمسية في المية ديال تسبيق البوليس ولبوليس اللي عندهم ديت فعلا ديال لبريفكتير ديال بوليس لبريفكتير ديال بوليس المهدي مبركة من شفهم هارضوا معهم زيان وشوفوا البسفور اللي كان عندو لي هو بسفور ديبلوماتيك الجارية وعرفوا هادشي ما شوفوا البسفور وعرفوا بسفور وعندو الباسبور الالجيريان اردو ليه الباسبور ديالو وقال ليه غاتمشي معنا اغندوك الواحد الموعيد اللي عندك موحد شخصيه ما قلو سايش شخصيه واش واش فرنسيه او لا مغربية غدي طلع معاهم في السيارة دي الساع وانو غيكون جاي معاهم في طريق تفكر بان هو كان شخصيه المغربية اللي تلقت معاه كان هو البرنس ملاعلي السافير ديال المغرب في فرنسا هو اللي كان تلقاه في ألمانيا عند الاخ ديالو عرب قادر بنبركة في المنزيد ديال الاخ ديالو هو اللي كان قال ليه الشروط باش يمكن لي يرجع المغرب وفي نفس الوقت التحليف باله بان هو في هذك في هذك الأيام كان لجنرال دوغول رئيس دولة الفرنسي حاول يتصل به وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت قبل أن يرجع المغرب وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت كان يتصل به وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت اتلقى وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت تجد وفي نفس الوقت ومغرب ومغرب فيلا وفيكي الناس يتسنوك عندما ندخل فيلا المهدي مبركات لقى رجال الكابان يتسنوه بعد ما تفسروا له المهمة وتفهموا معاه يبقوا تذكروا حتى السفعات العشية قبل ما يدخل فيلا يعمل ديقان للشيريورجي لكي لا تتسنوك بعد ما تدخل سوف يتسنوك يتسنوك امع تأمس وأن هؤلاء يجب أنه يكفي انه ي Ole تأمس يتسنوك بهet تصور وانه ممثل فيلم ونكتش الطعام تصوك يتسع لا يجب أن يخرج من الفخ فهو ليس بعيد يكون هذا النهار هو الأخير في الحياة حاولي العنف حدثه محمد العسعشي قال لي أنه لا يجعل العنف هنا لا يجعل العنف هنا هو الميل في ديالة السيدة في كل شيء والميل فراكين في الكب ثم سأتنقشه ثم سأتنقشه ثم سأتنقشه 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 و أبن بركه سأتنقشه ثم سأتنقشه لذلك دمت أن تنقشه سأتنقشه التعذيب اللي دار التعذيب هو وفقير مع الضليمي وما بجوزهم داروا التعذيب وما بجوزهم قتلوا المادي بن بركة بعد ما قتلوا غد يمشوا وما بجوزهم كل واحد جا جال باريس دار ان فوياج ان كونيتو الفوياج ان كونيتو معروف عن البوليس فينا هو ما تكونش متشجل في الوطائق الرسمية دي المطار تكون متشجل في وطائق خاصة وفقير وما بجوزهم كل واحد جا في طيارة دي المغرب في طيارة وجاء ان كونيتو من غادي قتلوا مهدي بن بركة غادي مشو ديكسا طيارة في طيارة اللي جاوتهم العسكرية المغربية وغادي مشو بجوزهم تجاه واحد تجاه دي الفاس في كان موجود الرئيس دول المغربي الحسن الثاني غادي مشو الفاس هدك السمت غادي مشو الفاس هدك السمت غادي سبحوا فاس هدك السمت في القترة دي الفاس والحسن الثاني فادك السمت عايت في تيفون لجميع المعارف اللي كي عرف في فرنسا جميع العلاقات اللي عندو فرنسا كان عندو علاقات قوية كانت عندو علاقات مع السخصية سخصية كبيرة في رئاسات الجمهورية وتخصيات مهمة في رئاسات الحكومات الفرنسية وسخصيات اخرى في مستوى العالي بعد التدخولات قولوا هدوك السخصيات الفرنسيين بأنه سوف يدرون مجهود دينهم دي بساعد عطاء أوامر وفقير معدليمي باش يمشون فرنسا في في طيارات كالمسافرين العاديين وفقير الباريز والدليمي الباريز من السبت من السبت من السبعات العشية من غارج الباريز سوف يحاولون المهدي بن بركاء لذلك سوف يحاولون ماهدي بن بركاء وكذا سوف يحاولون هذا المطار الذي يقرر فيه سوف يحاولون الطيارة التي سوف يحاولون المغرب فعلا جاءت قبل لحظة جليل جاءت طيارة التي كانت جاء فيها وفقير الليلة من قبل سوف يحاولون هذا المغرب سوف يحاولون المهدي بن بركاء سوف يحاولون المغرب سوف يحاولون سوف يحاولون حوال حوال السنين سوف يحاولون سورican ماهدي وستخدمون انح Brooke يخرج سوف يحاولون تحاولون وضع المقري سوف يخلط عليهم الجويل لأنه يصبح محمد النويني سوف يأتي معه البروجيكتور والكاميرا سوف يفعله ومعه الجوزون السورة الثلاثة وصل عندهم يوجد كماندون أحمد الليمي الذي كان يشاء نهارة السبت الباريز وصلنا نهارة الحد مع الجوزون السورة الثلاثة النهار أرجع دليمي من باريز وصل المغرب وصل المطار في دار البيضاء وصلنا إلى نهارة تقريبا سوف يشد تاكسي من المطار سوف يأتي إلى الرباط وسوف ينزل في دار المقري سوف ينزل وصلنا إلى هناك وصلنا إلى الرباط وصلنا إلى الرباط وصلنا إلى كفة وصلنا إلى نهارة وصلنا إلى المنطقة يومين بعد الاختطاف المهديون مباركة في باريز كانت الجوتة الدوبات في المغرب في ظهر المقري نهار 31 للاختطاف وقع في باريز نهار 29 أكتوبر والتدويب الجوتة كان نهار 31 أكتوبر 1965 الاختطاف المهدي مباركة في باريز نهار 30 أكتوبر يوميني وهناك تكنيك بطريقة استعملت الكاميرا والدويب الجوتة من بعد النهار المهدي بمباركة في نهار السبت 30 أكتوبر 1965 في تقريبا 24 ساعة بعد اختطافه في مرحب المنزل سوف تقريبا كتاب تقريبا وكتاب يجب أن يتحدث عن تقريبا في مجموعة في مجموعة في مجموعة هذا المجموعة في الحقيقة في مجموعة وهو فعلى في مجموعة فعلى يتحدث هذا المجموعة وجد مجموعة في ديستي وديال لسديك الفرنسي إنه هادو كي يكونوا جميع المطارات وطيع عرفو استوقع في المطارات هادو كلهم كانوا عارفين بإنه هو أرا وفقير معدليمي دارو أن فييز أن كونيتو نهار السلطة نهار جمعه في الليل و لابوليس ديال لسيكيرويته بيبليك حتى هي كانت على علم إنه هادو شمتشجل عندهم في واحد الكناش ديال أرجيسر برمانانسي كونفيدانسيال وهادو هذا الحجوج بنا هو هذا الفوياجان كوني توقع فريز نهار نهار السبت الثلاثين أكتوبر أخلوها معه يزار شيء في الطوب سكري ممكن تشي حد يشوفهم إلى باتفاقية لديه واحد الجناء خاصة في فرنسا الجناء خاصة فيها البرلمانيين وفيها الشخصيات مهمة في فرنسا هذا الوثائيق هذا الوثائيق توقع في الف وتسعمائة وقع في الفين اتنا في اكتوبر الف وتسعمائة وخمسة وستين وحنا للآن رحنا في في ديسمبر الفين واثنين وعشرين وما زال هاد الوثائيق عليهم السيرية مقيم حسوبين سوكري ديفونس أكتر من عشرات ديال ديالقودة التحقيق ديالقودة في الفيل بن بركاء واحتى هو واحد ما قدر يوصل لهذا الوثائيق الفرنسية اللي موجودة لزرشيب فرنسيز هاد القودة ديالتحقيق اللي كانوا مكلفين بلافير بن بركاء العدد ديالهم رفيت عشرها عشر واثناشر القادة التحقيق اللي تكلفوا بلافير بن بركاء هاد المودة كلها ولكن حتى قادة التحقيق مقدر يوصل الحقيقة بلافير بن بركاء وهو لجيج لوي زولينجار لوي زولينجار هو اللي يطلق ديموند داري على لجينرال أفقير وعلى ما يسمى بشتوكي تونزي ميلود وهذا أنسرتا عشعشي أنسرتا حسوني هاد لجيج لوي زولينجار دار جميع الوسائل ديالو بشي يزيد بها القرية القدام ولكن ما مقدرش في المكيبو يزيد كي القف ترق ديالو سوكري ديفونس في الميلفات كلهم ما مقدرش يوصل لهذا الميلفات دازت داد البروصي بن بركاء كان في 1966 وتوقف من بعد فاش تقدم لكورونار الإحمد دليمي ما مش يتقدم حتى طلع كورونار في الجراد هو اللي هو هذا هذا الكورونار دليمي في 64 في اوة 64 هتطلع كوماندون دليمي طلع في دون لوكاث رديل لكارت بلانس اللي تعطى الحسنتاني الجنرال الفقير أبري لاليكيداسيون دل شيخ العرب دليمي اوة 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 1964 وطلع كورونار في دون لابفير دون لوكاث دير لابفير في مبكا عام تقريبا من بعد و لعام ونص لكورونار و من وصل لباريس ستقدم العدار الفرنسية و سي يدير في سجن لمدة سنة قريبا حتى تحاكم ولكن قبل ما يتقدم كان لدينا اليقين على أن ما كان تحج ضده إن هو كان يدى سور دون محلوكا محلوكا بيان و سبعة و ستين و الفيرديكت ديال لبروصي بن بركا غدي غدي حكمو فيه بإنه هو فوت دو بروف لكورونيد لإحمد دليمي غدي تطلق ولكن غدي حكمو بحقوبة ديال تسجن لها دوك القرين لها دوك الفرنسي القرين و داك الكوميسير اللي كان إيتوديون في باريز لك المغربي اللي كان تقرب في باريز هدو غدي تحكمو العقوبات ديالو مختلفة ما بين خمس سنين حتى ما بين ثلاث سنين حتى تتسفة سنين هذا لفير بن بركا هي اللي جعلت الكوميسير لبوليس محمد العجاجي يقتال العلاقة نهائيين مع دليمي ومع وفقير غدي يطلع يقتال معهم العلاقة وغادي نقوم أنا والصديق والزميل اللي حميدة أجلين نحن لدي مكلفين بالعلاقة ما بين محمد العساسي وما بين دليمي وما بين محمد العساسي وما بين أفقير وهنا غامق في هذه الحلقة إلى اللقاء إن شاء الله شكرا